اعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص تقديره واحترامه لفلاح ومزارع مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم وأكد رئيس السيسي أن توجهاته ستظل مستديمة للحكومة ببدل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم وتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد إنتاجهم من المحاصيل نعت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الملكة إليزابيث الثانية التي وفتها المانية يوم أمس عن عمر نهزة ستة وتسعين عاماً وقالت السيدة انتصار السيسي إن الملكة الراحلة كانت سيدة عظيمة ورمزاً للعطاء أفنت عمرها في خدمة وطنها وأمتها بتفان وإخلاص لا مثيل لهما أعلن ملك بريطانيا تشارلز الثالث أن مدة الحدد في البلاد على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستستمر أسبوعاً بعد الجناز في وقت أشار القصر الملكي إلى أن موعد تشيع سيعلن في الوقت المناسب ومن المقرر أن يعود ملك بريطانيا إلى لندن حيث سيلتقي رئيسة الوزراء ليسترس ويلقي خطاباً إلى الأمة يأتي هذا فيما أطلقت المدفعية ستة وتسعين قذيفة في لندن تكريماً لعمر الملكة الراحلة وفق المجلس الأوروبي على قرار تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشكل كامل حيث سيتم تطبيق القواعد العامة لقانون التأشيرة على المواطنين الروس واجاء في باين صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة رسوم طلب تأشيرة دخول بلدان الاتحاد من 35 يورو إلى 80 يورو والحاجة إلى تقديم أدلة وثائقية إضافية وزيادة أوقات معالجة التأشيرات وقواعد أكثر تقييداً لإصدار تأشيرات الدخول المتعدد قالت وزيرة تخطيط هالسعيد أن مصر تقدمت 19 مركزاً في مؤشر التنمية البشرية وذلك ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2021-2022 الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس وأكدت أسعيد أن هذا التقدم يعد عكساً واضحاً للخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ونتيجة طبعية لما تحقق من مشروعات قومية ومبادرات رئاسية في كافة المجالات وخصوصاً مجالات الصحة والتعليم تتواصل فعالية معرض أهل المدارس بتخفضات ضخمة تصل إلى 60% لتوفير جميع المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية تحت رعاية رئيس الوزراء هذا وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من المواطنين منذ اليوم الأول من افتتاحه ويضم خدمة لبعض البنوك لتسهيل التعامل مع الزائرين كما تم تشكيل مجموعات عمل من وزارة التمويل لتذليل المعاوقات التي قد تواجه سير العمل